موسيقى الروح عندما تتوجه إلها توجهين الروح توجه إلى عالم الشهود عندما تتوجه الروح إلى عالم الشهود تضطرب تقلق تنحط الروح تنحط تتلوث بالتوجه إلى عالم الشهود ولكن عندما الروح تتوجه إلى عالم الغيب إلى عالم الطهر إلى عالم النقاء ترتفع هذه الروح الإنسان الذي يصلي حقيقة الصلاة هذا الإنسان صلاته ترفعه عن أوحال الماد هذه الخلافات الصغيرة المتواضعة هذه المعاصي والموبقات والآثام اللي إحنا أغرقنا أنفسنا فيها وإذا بالإنسان يرتفع عن هذا الواقع ويتصل بذلك الواقع واقع الطهر سبحان الله يعني شنو سبحان الله الله منزه الله مطهر عن هذه الأدناس الروح التي تتصل بالصلاة بالله سبحانه وتعالى لا تكتسب من ذلك الطهر ومن تلك النزاه وتبتعد عن مضاعفات عالم الماد إن الإنسان خلق هلوعا هاي خالة الهلع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع امتلكنا قدرح لتكن كل هذه القدرة لي وأحرم الآخرين منها هذه انحطاط الروح وتوجه الروح إلى عالم الماد إلا المصلين ولكن الإنسان عندما يصلي يبتعد عن هذا العالم يذهب إلى عالم آخر الإنسان الذي يصلي هذه الصلاة الإنسان الذي يصلي هذه الصلاة واقع يتبدل يعني تراح يمتاز عن بقية الأفراد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحرب يقف ويصلي في ليلة الهرير سامعين ليلة الهرير معركة معركة الفاصلة التحم الجيشان في الظلام ظلام وحرب حرب نهائية علي صلوات الله وسلامه عليه في تلك الليلة يذهب ويصلي هذا ما كان يا أمير المؤمنين يقول نعم فعلى من قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرج به إلى السماء رأى نور بين يدي الله سبحانه وتعالى ساجد لله سأل جبرايل من هو هذا النور الذي يسجد بين يدي الله فقال له جبرايل هذا نور رجل من صلبك اسمه المهدي المنتظر في ذلك الأوج الإمام المهدي صلوات الله عليه روحه في ذلك العالم في حالة السجود لله لأنهم عرفوا معنى السجود لله وفي ليلة عاشراء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه استمهلهم ليلة لماذا يا أبا عبد الله قال إن ربي يعلم إني أحب الصلاة ليلة نتزود في هذه الليلة من هذه الصلاة لأنهم عرفوا هذه الصلاة أدوها كما ينبغي إحنا ما أيضا إذا نؤدي هذه الصلاة في أي مشكلة كنا وإذا بالروح تعرج معراج المؤمن معراج يعني شنو؟ يعني بعد تنفصل عن هذا الواقع هذا الواقع الملوث تنفصل تروح إلى عالم آخر في أعتى مشكلة المشاكل بعد ما تأثر في المؤمن النزاعات لا تؤثر في المؤمن القضايا الصغيرة لا تؤثر في المؤمن لأنه ارتبط بذلك العالم ترجمة نانسي قنقر